اشتركوا في القناة في الساعات المقبلة خاصة قيد صلاح سوف يذهب في زيارة تفقد إلى الناحية الأولى في بوليدا كريم يونس ما زالوا بالتصريحاتي والهيئة الهيئة الحوار والوساطة ما زالها تنشط حسب برنامجها حسب خلال طريقها سوف نعود إلى هذه القضايا فيما مع الزملائنا مع ضيوفنا الكرام هنا في الستوديو مع معنا من اليمين اليسار أزق مع مرد سلام عليكم مرحبا بك مرحبا بك على يميني مردام يحيط الحمامة أزونا والسلام عليكم والسلام على المشاهدين بأنحاء المطاق إذن نعزي المشاهدين رحوا إلى فاصل قصير ثم نعود للنقاش مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك اشتركوا في القناة 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 ليس ممكن انتخابات بدون شعب لا يمكن إجرائها وإنما إذا فرضنا أننا أن هذه المجموعة التي تأخذ الآن إجراءات لإجراء الحوار هل لها مصداقية من هذا الشعب هل يتجاوب مع هذا الشعب هل كامل الشعب يتجاوب معها ويذهب إلى الانتخابات بل الشعب يقول لا لا للانتخابات وخاصة في هذه الظروف وفي في هذه الظروف ليست ملائمة لإجراء الانتخابات وهناك شروط للحوار جيد خلنا نسمعه أستاذ على الدينة فيما يخص هذه القضية هل النظام يمكن أن تجرع أو أن يفرض انتخابات رئاسية رغم موقف الشعب الآن وشفنا كل جميع يخرج يقول انتخابات ما على يصابات ولا وأنه مش ضد الحوار هل يمكن أن نتوقع هذا السيناريو يفرض انتخابات رئاسية بشكلنا أو بشكل آخر أكيد هو يريد فرض انتخابات رئاسية بأقصى سرعة وهذا كان المطلب التاع ويعني النظام كان حابها هذه شفناها لما طبق المادة 102 وتناسل مادة 87 وحب يديرنا انتخابات في 4 جويل والشعب رفضها يعني الآن الصراع الذي راه هو بين الشعب يطالب تغيير حقيقي تغيير النظام حقيقي وعندنا السلطة تريد إعادة إنتاج الواجهة السياسية لها لأنه رئيس يعني باش يكون واجهة سياسية فقط لهذا يحاولوا يعني يدير كما قلوا يتضغطوا على الناس باش يتوجهوا الانتخابات الرئاسية وانا شفنا فريق أحمد قايد صالح في الخطة بتاعه الأخير ليقول الموضوع الوحيد اللي لازم يتحاوروا عليه هو التوجه لانتخابات رئاسية وكأنه هذه الانتخابات الرئاسية هذين ساوب اللي يجوزونا فوتونا ست سنين رغم أن فينا بدون رئيس وهذا القايد صالح نحن كنا نطالب المادة 88 قبل ما تولي من المادة 102 كان يقول أنه وفي للرئيس وهذا كما قولوا هذه آيدي خارجية والحكاية هذو ست سنين بلا رئيس ما تقلقوش لأنه كانت عندهم الكادر يتخباهوا من ورائه والآن لما صبحت المؤسسة العسكرية في الواجهة هيتحوز تعود ترجع الغطاء السياسي لها هذا مكان أستاذ مامارت هل نفس سؤال ربما بصحة في الآن ذباب الإلكتروني اجتهد والإعلام يجتهد هل تحسن الآن جزائريين فيه بل بل بين في الحراك موش واضح ما لنتجاه الحراك فقط ضد الانتخابات هل هناك ربما أرى أخرى يقول خلنا نروح الانتخابات ربما نجيب حاجة جديدة السلطة من 20 إلى غاية اليوم هي تحاول كسر الحراك بكل الطرق حاولت استعمال الإسلاميين حاولت استعمال مثلا التفريق بين الجزائريين عن طريق الجهوية حاولت بكل طرق تفريق بين الجزائريين وتكسر الحراك الآن استعمال دوباب الإلكتروني يعني نشوف نظام خلق واقع كما يظهر كانين لقلوب ثلاث ثلاث هكذا يتكلمون ثلاث منصب يشغل فيها دوباب الإلكتروني والآن شفنا الفيسبوك مثلا معمار بلا الفو الفو كونت ويهضرون نمبر ويشكرون في القايد في حملات الخطير أن كل هذه الحملات حملات عنصرية متوجهة ضد منطقة منطقة القبائل بالخصوص يصفونهم بكل صفات السلبية لكي يحدث إنشقاق في الوسط في الحراك باعتبار أن منطقة القبائل هي من المنطقة الرائدة في الحراك يعني في المنطقة الرائدة يعني في النظام ضد النظام الحكم منذ 62 هذا يعني هو الهدف ما يقوم بهذه الآن السلطة الحالية بما يخص الانتخابات يعني من 22 فبريل حتى اليوم النظام حاول بكل وسائل لتجديد نفسه شفنا واشدال على الانتخابات تاع ربعة جوليا ربعة أفريل ومبعد الانتخابات كل هذه فشل فيهم الآن يحاول بطريقة الأخرى باستعمال يعني بخلق هيئة معينة هيئة تشاورية الهيئة التشاورية يعني شكو نرهم فيه كاريم يونس عمرهما كان ضد نظام كان ضد متفلقة هناك فرق عندما نكون ضد بطريقة أو ضد ربما قطل الكلام على كاريم يونس مثلا فقط سمح لي سمح لي ممار سمح لي دقيقة حبيت عني المشكلة المشكلة الآن كما يقول الكثير المشكلة هي قضية أشخاص ربما قضية عمال وتخطيط كما الهيئة هل مشكلتك هو كاريم يونس أو الهيئة كاملة الهيئة كاملة لكن أشخاص المكونين الهيئة عندما نضع على رأس هيئة معينة السيد بوشاشي أو كاريم يونس يعني شخصيات غير لا يمكن أن نقارن بينهما هو أحد مناضل سياسي له ثقل في الميدان السياسي ومقبول إجتماعي مقبول السياسي ومقبول من طرف المجتمع هو أحد مرفوض لذلك هنا أشخاص حتى الأشخاص عندهم طوار كبير لكن الهيئة كهيئة لم تستعمل يعني خلقت من طرف السلطة لكي فرضت عليها يعني توجهات معينة يعني توجه انتحها هي انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن لماذا؟ لأن الانتخابات الإسرع في أسرع وقت ممكن هي يعني وسيلة يعني وسيلة يعني لعادة نتاج نظام يعني وكان ندير وضلك الانتخابات في ظل الإدارة الحالية العدالة الحالية في ظل يعني كل مؤسسة الحالية غير ممكن أن يفوز بها إلا مرشح السلطة يعني لي يحب القائد قائد صلاح لي يحب يدير رئيس يدير رئيس ويخرج يعني بكل ما عندناش وسائل المعارضة ما عندناش وسائل باشت بل كونترول يعني باشت بل كونترول يعني لزيلكشيون رغم التشكيك ورغم الاتقادات رغم مازالت تواصل لعملها اليوم التقت ببعض كما قالت هم بعض ممثلين الحراك بين عشرين وعشرين وعشرين ولاية حضروا في الاجتماع في واحد الفندق في جزائر العاصمة كيف تقيم هذا رغم الانتقاد بسهي كالك مازال في سبيل الوطن والجزائر ورانان مشيوه لأن ما كشح الوحد أخر قبل ما نتكلم عن الهيئة نتكلم ما يقول لك الحوار الحوار المشكل ما راهوش في الهيئة المشكلة هو في موضوع الحوار نجي نتحاور على انتخابات رئاسية وفاق يعني اللجنة هذه ما منجيبه أشخاص وآخرين ما راناش حاجة ما تقنعتش لأنه ما دام الحوار راهو كما نقول مخصص إلا الانتخابات الرئاسية معناه ستة شهور تحيراك راح تفكيل زيد كما نقول بالعامية تعلق هو ما عندهم وارقة طريق أنا شفنا أحددها أحددتها قيادة أغكان التوجه إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت اللجنة هادية أنا شفنا سمعنا كإنمام يعني نشط سيف الإسلام راح لي اسمه بن عطية كان تصلوا به بش يكون معهم في اللجنة من الأوائل من الأوائل اللي تصلوا بهم ولما شاف بللي هاد اللجنة ما قدروش على الأقل يشتامعوا قبل ما يروحوا يتلاقوا ببن صالح فهم اللعبة فهم اللعبة ولما سألوه قالوا له السلطة الفعلية يعني بين قوسين الجيش هاد الهيئة هادية وأنا شفنا كما نقول أبواق النيضار في الحصص التلفزيونية وفي جرائي تشعرات يقول لك هاد الهيئة معليش يعني إحنا لازم نبدأ ثم يعني تمشي مع الوقت وعندهم مخطط تعقال لك دوك نعينو خمسة ما بين خمسة مازا ما تفهموش على عادة من كل ولاية لا من كل ولاية هادوما زعمة ممتلين حراك وشنوقلك هادوما ويهضروا فيها يعني يعني يعيني عينك هادوما نجيبوهم على الأخير دوك نتفاهمو يعني نكتبوه نوارا يعني يكتبوش لازم يديرو ويجيبو خمسة من كل ولاية يجيبوهم يمضو من التحت وهادوما الخمسة يكونوا يعني يعني هما يختاروا الخمسة يعني يعني هما راهون فيه مصراحية وهادو المصراحية تتبت بانو هادو النظام الحق خلاص لمرحلة الوافاة لانو ماولاش قادر يفكر يخرج حلول يعني حتى التحايل ماولاش يقدر يتحايل على الشعب لانها فكرة يعني بسيطة وفكرة يعني ساديجة وشعب فاق باللعبة وذوك اي زمي حوار يروحوا يروحوا وين يحبوه الشعب وقال كلمتو كنهار خرجت هذا اللجنة هادية شعب خرج بي انقال موقف تعه من هذه اللجنة وحتى يعني يعني والله اسمح لي والله غري يتعب موضوع هذا الحوار واللجنة شوف تلاقى ابن يونس تلاقى كريم يونس مع ابن صالح وقال وتحتوا على المعتقلين الرأي وتحتوا على الشروط يومين بعدها خرج القايد صالح ويقول بلي لا املاءات ولا شروط ولا كذا يعني بلي السلطة مراهيش في يد بن صالح ولكن جاء بن صالح عنده درة من الحياة يستقل وبن يونس كريم يونس اللي راح زعمه كما نقول استقل ومباك ما يبناش وش مارسوا عليه دغوطات ولا وعاود ولا وش فيناه تصريح تاول بارح وما زلوا متبت في ذلك الأمر قال لك لا لازم يعطونا كما نقول نجيبوا الحق معتقالين الرأي كأننا حققنا انتصار هذا مش انتصار معتقالين الرأي قبل 22 فبري ما كانش عنا مشكل معتقالين الرأي هذا وما ما كانش ناس ماشي قبل 22 فبري قبل خيطة بالقيد صالح الناس ما كانش تترفض على الرايات هذا المشكل افتع له النظام وراه يموارس كما نقول سياسة الشنطاج نتعرض تتحاور بش نتلق لك خلينا نخبرك عندي كلمت كاريم يونس التي تتكلم من اليوم كما قلت تتاقب بعض المماثلين الحراك كما قال هو تتكلم شروط كيفاش يزيز يكون حوار خلينا نسموه كاريم يونس كاريم يونس انسيوه لجنة الحوار هذه لجنة الوساطة ثم التشاور ثم الحوار بطبيعة الحال ونطلب الجميع نبدأ الحوار وممكن ننهيه كذلك مع النشطة في المجتمع المدني وكذلك في الأحزاب التي هي دفعت على نزاة هذا النشط هذا النشط حزب المراقب 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 ليراندي أولا ماذا بقى من المستقية لهذه الهيئة وعلى رأسي كاريم يونس بعد التناقضات وبعد التصريحات وتصريحات الموضات داخل الهيئة كيف تنتهي المستقية هالكلام قبل أن يجيب على هذا السؤال أريد أن أقول كلمة عن هذا النظام هذا النظام هو في أزمة حادة في داخل النظام أو في داخل القيادة نفسها هذا النظام ليس له إيرادة سياسية لإجابة الشعب ليستجيب لمطالب الشعب لا يريد حوارا فعالا الذي يقود الشعب أو يحمي الشعب ويذهب الشعب إلى المرحلة الانتقالية لإقامة دولة كما ينشدها الحراكة كل جمعة هذا النظام لا يريد هذا الحوار وإنما هو يريد حوارا الذي تبناه كاريم بن يونس هو حمار هو حوار حوار مفتع حوار مفتعل هو بذاته يريد حوارا مثل ما نسجه بن صالح وبن صالح قيد صالح وبخه وبخه عندما رفض النظر في ملفات المعتقلين إذن وكاريم يونس بنفسه أنت فاهمين ليس فقط ملف إجراءات المعتقنية ملف إجراءات تهديئة من بينها فتح منافل الجزائي العاصمة والبنى الكبرى من فتح المجل للسماء البصري كل هذا المرفوض ليس فقط بن صالح هو في موقف غير شرعي أساسا هو غير شرعي وكلام قايد صالح ورفضه لفكرة النظر في هذه الملفات في هذه الملفات ليست توبيخا وإنما ضربة قاطعة أو ضربة قوية لبن صالح فما هي المصدقية التي بقيت له مدام القائد يرفض ما يريد ما يريد أن يقوم به أو ما يطلبه يفترضه ما يقترحه على الشعب ثم كاريم يونس يواصل في هذا المشوار في هذا الحوار والنداءات إلى غير ذلك تبعا لبن صالح ويقول لا يهمني ما قال قايد صالح كيف لا يهمه ما يقول من قايد صالح هو السلطة الوانفعلية والواقع كيف لا يهمه واحدة يقول لك ربما هذا الكلام يبين أن فيه شقاقات داخل النظام قال ربما كاريم يونس أولا بن صالح وتكل على قوة أحد أخرى هذا ربما يبين أن فيه جماعات أو فيه أجنحة في النظام وما زال القوة ليس وضع وضع حالي من حاليا الشقاق الشقاق بيّن الشقاق بيّن في السلطة عند قايد صالح وإنما كاريم يونس إذا كان يخفي طرفا آخر غير طرف قايد صالح ولهذا يقول أننا كلام قايد صالح لا يهمني فالشعب نحن نستمعه لما نحلل ونستمع لما يقوله قايد صالح لأنه هو الذي يمثل السلطة الحالية فبن صالح وخاصة بتوبيخه من طرف قايد صالح لا صلاحية لموقفه ولا لما يريد أن يقوم به ثم أقول عن كاريم يونس هذا الذي يبحث عن شعب يبحث عن حوار وتشاور ويريد من المجتمع المدني هذا المجتمع النشطة في المجتمع المدني وهذه الأحزاب هي تمثل الشعب هي الشعب ولا يريدون حوار يريدون مرحلة انتقالية يريدون الذهاب إلى إلى مرحلة لتحذير هذه الانتخابات الشعب ليس ضد هذه الانتخابات لا أحد جايد دخلنا ربما كلم لك حبيت التعليق على كاريم يونس قال لك في أحزاب لأنه عندها ماضي مستخط الجزائر الجزائر ما يقبله الشعب الواحد بشي ولي ولا ما يدد الحوار هي لازم الجزائر يخرجوا بالملايين بشي طلبوا هما بشي شاركوا في الانتخابات أو بشي شاركوا في الحوار يتكرم على الأفانان أو الأراندي هذا العقل يعني أو هذا العقلية لماذا لا يتطبقه على الملايين هذا ما يخرجوا لأن الملايين يخرجوا في جهاز يقول لك ما كاش حوار ما كاش انتخابات مع العصابات وهو يقول لك الأفانان أو الأراندي بشي شاركوا لازم يخرجوا ملايين وحدة أخرين كيفاش هنال الميزة في الشعب دي بوا دي ميزيور هنا كماذا الملايين يخرجوا بش ما كاش حوار ما يسمع لهمش بصحقاك نسمع إذا كان خرجتوا بش أن طلبوا لفانو الأراندي ولي على خطر أولا كاريم يونس مجيش هكذاك مجيش باش يدير حوار من أجل حوار باش يعني يخرج الجزائر من هذا المأزق بين القوسين الذي تعيشه منذ المواد الفيفرية منذ الشهر الفيفرية كاريم يونس عنده مهمة جابوه بمهمة المهمة هو تنظيم الحوار الحوار الذي يأتي الذي يصل إلى بالانتخابات والانتخابات التي سيفوز بها مسبقا مرشح نظام يعني يعني النظام ليس له نية التغيير ليس له نية الذهاب إلى دمقراطة المجتمع الجزائري والدولة الجزائرية النظام الحالي يريد استرجاع استرجاع السلطة يعني تمديد السلطة بوسائل أخرى إذن كاريم يونس يعني وسيلة من وسائل التي يستعملها النظام لوصول الانتخابات سيد أسمح إذا كان هو بوسيلة النظام ووضع من طرف النظام لماذا قاية صالح عالنيتان رفض شروطها وقال هذا شروطها حتى هو قل أنه شروط على عصابة كيف تفهمت هذا أولا قاية صالح يعني هو السلطة الفعلية وعني إذا تكلمنا عن دستور إذا تكلمنا بمنطلق قانوني قاية صالح ليس له الحق أن يتكلم في مثل هذه الأمور هذه الأمور في دولة أمور سياسية هنا اختراق فضيع للدستور لنفرض أننا نعمل بالدستور أنا شخصيا قبل سلسلين وعشرين قلت أن الدستور ليس له أي معنى في سلطة يعني في أنظمة ديكتاتورية أو أنظمة تسلطية لما تحكموا بالدستور لا تحكموا بالقوة إذن لو نفرض أن كنا نتبع للدستور إذن قاية صالح اخترقت دستور الجزائري لأن الله يسله الحق كأولا كنائب وزير ليس بوزير نائب وزير دفاع ثانيا المهمة هي مهمة عسكرية ويشتخلوا في السياسة إذن ما عندوش الحق أن يرفض أو لا يرفض يعني للمقترحات متع كاريم يونس الذي يرفض هو بن صالح فقط أو وزير البرمي مينيس الوزير الأول رئيس الحكومة رئيس الحكومة بدوي إذن هنا يعني اختراق يعني يعني سلطة القوى يعني الحاكم هو الذي يمتلك القوى يعني يعني سلورا 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 يعني 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 بما يخص هذه يعني يعني تضليل إعلامي يمارس تضليل إعلامي يمارس الكذب على الشعب الجزائري يعني أنا نتابع الحصص يعني يعني كوريا شمالية أكثر من تلفزيون كوريا شمالية إذن لا يريدون فتح مجال إعلامي لا يريدون مثلا منافذ العاصمة ولا يريد مثلا إطلاق صراح هذا يعني هذا يعني 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 ستدير سي إموز تشغل على الحراك سيجب على الحراك أن ين يعني هذا هو يعني 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 أستاذ أستاذ أم حبيث نفهم القضية تهلا تهلا العلاقة العلاقة الهيئة مع السلطة الفعلية الكثير يقولون أن الهيئة لا يوجد أي ضوء وضعات من طرف السلطة الفعلية يقولون وخلاص ونقض كلام بن يونس كيف تفهم بن يونس نقض كلام بن يونس خطروا كلام بن يونس حنا قال لك عنديش ورص كريم يونس كريم يونس كيف كيف يعني زود ورح في الحب بن يونس هذا ويدور احنا مصبح لا يعني اللجنة هذه اسمها لجنة الحوار بمعنى هي الحوار ووسط هي كما قولوه هي اللي تدير الحوار ما بين الشعب والسلطة المتمتلة رسميا في بن صالح الآن شفنا بن صالح هو نفسه واسيط بين كريم يونس والقايد صالح أولينا 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 هذا لعب لأنه بن صالح لما تكلم مع كريم يونس عطالوا بعض الضمانات شفوية عطالوا ضمانات شفوية خرجوا هذا هو مصحب الجنة الحوار قال لي كان تكلم معنا بن صالح وكان متفهم وقالنا وعدنا 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 بعدها قال صالح يعني الحاكم الفعلي خرج قال ما هذا اللعب هذا عاود كما قولوه بالفرنسا يقول كيلاغو كادري عاود رجع بن صالح للإطار وكريم يونس للإطار الذي يضعهم فيه قال أنا قلت لكم تتحدثوا عن الانتخابات الرئاسية تتحدثوا عن الانتخابات الرئاسية هذه اللي لازم الناس تخلاص الدخلات يرسم يعني شوف نظام يعني كفشوية حايل يحتم لكتروح الانتخابات الرئاسية لأنه يعني كما قولو المثال هذا الحوار ينجح ونديره كما رح يطالب بعض الأحزاب يعني حتى تقول مراهيش في الموالات يطالب تنظيم لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات يعني سلمنا هذا الأمر حنا رح ننضموه ونراقب الانتخابات حنايا أعطيني ضمان ضمان واحد بأنه الرئيس اللي ننتخبوه غدوة ماهش يتفرعن علينا ماهش يكون فرعون جديد لأنه الدستور الحالي ذات وجهنا الانتخابات صلاحيات إمبراطور يعني لما تروح يحكم الكرسي رح نتقل لها ندير إصلاحات وهذا الطرح ويطرحوه يعني الأحزاب الموالات ويطرحو حتى بعض الأحزاب اللي تقول راهي في المعارض تقول لك ندير لجنة مراقبة مراقبة تنظيم ومراقبة الانتخاب تكون انتخابات نازيهة ونروح للرئاسيات ولما تروح يا أخي للرئاسيات كيف تروح للرئاسيات وعندك صلاحيات من صلاحيات الرئيس الرئيس هو لعين رئيس المحكمة العليا يعني هو لعين رئاسة المحاكم يعني هناك فصل بين الجهاز التنفيدي والجهاز القضائي هذه وحدة كيف تروح الانتخابات وعندك رئيس هو عنده الحق في تلت الرئاسي غير موجود كيف تروح تمد صلاحية لرئيس لماذا يقدر يعين رئيس الوزارة خارج من الأغلبية معناتها تاني بالجبل ما كاش فرق بين الجهاز التنفيدي والجهاز التشريعي نحوص نبنو دولة مؤسسات دولة مؤسسات يكون فيها الفصل في السلوطات لما ندرناش لما رحناش في فصل بين السلوطات نقعد بهذه العقلية عقلية السبعينات نسلنا والرئيس هذا لنس ملاح يحكمنا ويدير فينا الخير وهذه بكري هذه عقلية الزعامة وعقلية الرئيس يحكم كما نقول يحكم النظام ويعامل شعب منطق الأبوية كأنه هو الأب هو اللي يعرف صلاح هو يعرف صلاحنا ويدير وش نقوله ويقول لك منطق الأبوية نتحاول مع الشعب مباشرة مع أنتها يقصي قعل نحن نقوله قبل ما نروح الانتخابات الرئاسية لازم نحدثه من صلاحية الرئيس هذا يعني أقل شرط نقدرون تنقص من صلاحية الرئيس نقص من صلاحية الرئيس والبرلمان يكون عنده دور فعال نسحق البرلمان يكون عنده دور فعال والقضاء لما يكون حر يعني ما كاش ليعينه ما يكونش متعين من عند الرئاسة يكون كما نقوله رئيس المجلس الأعلى يكون منتخب من عند القضاء الآخرين انتم القضاء وحده سيصبح مستقله عادل وحر لأنه ما كاش الضغط أظن أن هناك مستوى الإدراكة عند هذا النظام إدراك وعي الشعب أنه وصل إلى درجة لا يفهمونها أو لا يتوقعونها فهم يظنون أن الشعب منذ 22 فبري هو شعب الذي كان في التسعينات أو كان في الستينات الشعب استيقظ والآن مش ممكن يستوعب أي مناورات المناورات انتهت انتهت فتح 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 الأذهان فتح الأذهان وفهمنا وفهمنا النظام فلا فلا خدعة ولا مناورات تسير هذا هذا الشعب ربما من المناورات إذا سحتابير أو من الأعمال التي تحاسب لصالح النظام أو ضده على كل حكولات كيف يشوف فيها هي قضية محاربة الفساد ومحاربة العصابة كما يقولون وقالك بعض العصابة الآن روانا في الحراش وآخر عمل قام به ربما يقولك الآن شفت لو أشوف يدير قائد صالح حجم لحوة مذاكرة التوقيف للنصار كيف تقيم أنت القضية مكافحة العصابة هذا قاعد صالح ما فعله في نظري كفاح العصابة وكفاح الفساد يجب أن يكون وهو أيضا يجري عمليات لإبعادهم على نفسه لتحصين مكانه فهذا ممكن قضائيا يعني هذه للاعتقالات لصالحه أو لكيف لا لتحصين محيطه اعتقال أهل الفساد هذا شأنه ليس شأن الشعب الشعب عندما يؤسس دولة القانون سيخرج كل الأوراق يبحث في كل الأوراق فكل من خان الجزائر أو من ارتكب جريمة يدفع ثمنها لكن هو فعل فعل ما فعل يريد تحصين أسرته أو بقايا من النظام لكن على الشعب أن يفهم هذا ليس الكل الذي نرجوه الشعب يريد إقامة دولة قانون إذن هذه الاعتقالات لرجال الفساد كان نسمي الفاسد برجل الفساد فهذا لا يضمن لا يضمن مستقبلا لهؤلاء الشباب ويحيا في السجن يجب أن ننظر في هذا الاتجاه أنا لا يهمني من خال ومن سرق ودخل السجن يهمني هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب الذين يكافحون الذين يريدون أن يعيشون في ظل دولة ديمقراطية دولة الحقوق دولة القانون دولة الكلمة دولة الصحفة دولة التي لا نهان فيها الدولة التي نرفع وصنا بها في الخارج ها هي الدولة التي نريدها أما عن الفساد عندما نقيم دولة القانون فيكون لنا قضاء وحماة تقوم بشأنها سيد ماما سيد ماما التساد هذه أحبو يغلطون به يعني وشكاين سيديرون دمونت كونت بيناتهم خلص وسمو قاية صالح ما شرقش هو يعني نطيف لصحاب ونضاف يعني سمعت خطرات سمعت خطرات سمعت نظار معروف أنه كان قائد قوي وكان مكاشليم مسؤول عن خرج هذه المذكرة التوقيف يعني حاجة تحاسب عصابة سمعت عصابة تهارف في عصابات أخرى يعني التنطح للعصابات يعني وقيد صالح شحال من جوجل الفربعة هو مع العصابة مع أبو تفليقة وصحابه وخدم معهم وحماهم كان الحام من تعبو تفليقة حتى الفندو الفيفري وكان معاه دا الخامسة وين كان كي كانوا هاتو كي سرقوا وين كان هو يخي كان شاف طماجر عنده صلاحيات سي اف فعليا يعني من منطلق الفعلي يعني هو الحاكم يعني ليراهم معاهم يقول أنه كان يستنى الفرصة كيشف شعب خرج قال كهذه فرصة لماذا الفرصة لو كان ما خرج الشعب سكون لحرار البلاد الشعب الجزائري لحرار البلاد هو خاف على السلطة التعامل لم يذهب مع بوتفليقة إلى الانتليجيونس تكاسب بوتفليقة بلقرون للبوار باش يولي في براست بوتفليقة هذا هو هو في 22 فيفري كان مع بوتفليقة واش قال على الشباب اللي خرجوا في 22 قال هم المغاررين به في كي كانت دوسمان تروسمان بلك خلاص صيلا واسمه الحراك بدأ مقدرش يولي اللور أبري خرج كونتر بوتفليقة أبري هندد بوتفليقة هو ليساعد بوتفليقة باش يروح علاش هو ما درهاش اللي صالح الجزائر درها باش يحافظ على السلطة التعوب سعوة خضية المذكرات توقيفة جت من محكمة العسكرية كيف تشوف في حال في هذا الظرف قال مذكر التوقيف اللي خرجت على خالد النظار يعني مهزلة من ما هذا النظام الحالي لأنه لما تبعت تنتدر مذكر التوقيف تبعت الانتربول يشوف وعلاش انتهى هداياك حاب تشارع له موالف القضاء المدني بعت لأنه يشوف معارض في الخارج يدير مذكر التوقيف لما تلحق عند الانتربول يعود يرميها يقول لك الحجة تاكم باطلة ما عندها حتى أساس ونفس الشيء هل اخترت بهدي لأنه محكمة أسكرية محكمة أسكرية وشنو تهم محكمة المدني مدخلوش للمذكرات الدولية على خطر الجرائم لديهم على خطر قالك حوائج على قاية صالح يجب من فرق حوائج جيد على ما يكتب على قاية صالح لك باش اكتب هذا كما قل إجراءات إشهارية عملية التشهير حقيقة لك كانت ترحل في الواب الإكتروني الآن يقول أن المنجلة يضرب الصراحة بالصح أو يضرب بالرأس وما قلت حتى واحد وما قلت حتى الفساد وما قلت حتى الفساد ونبين ونخذ النظار ونخذ النظار ونشكر في النظار وقال سلام يقول هذا يعني ما يهمه مش سبب اللي دخلوا على جال والناس اللي دخلت الإرهيم متابعة قضائين نفس الشيء اللي حدث مع سعيد بوتفليقة اللي تهموه التهمة اللي دخلوه بها الحبس هي المساس بقيادة عسكرية ومحاولة الإنقلاب على قيادة عسكرية نحن تمنينا سعيد بوتفليقة لما يوقف قدم محكمة العسكرية تحاسبوا على الفسد كنا جزايا كاملة كانت عيط له موسيو 15% هذه العام الخاص يعرف بالسعيد بوتفليقة كان اسمه سيد 15% كل صفقة كانت تجرا كما نقول عندها في الصفقة العمومية كان عنده نصيب منها لو لش ما تشارعلو شفي هاد الامر راح تشارعلو لأنه أراد أنقالب على قيادة عسكرية و احنا ويش نقول من حقه يدير هاد الامور باش يكسب شعبية لأنه ما نكتبوش على نفسنا كين مواطنين كما احنا جزاريين ومشوا في خدعة أنه أوس جن أو يحيا أوس جن سلال أوس جن كده وخاد النظار هاد باش يكسب شعبية باش يربح شعبية قال رأى هو يحارب في العصابة لكن احنا بالموضوع احنا لو كان ما نغيروش النظام هذا الحال بعد عشر سنين راح يخرج لك حداد واحد اخر راح يخرج لك سعيد اخر يخرج لك ويحيا اخر يعود ويخرج لك لأنه هذا النظام هو اللي ينتج الفاسدين النظام ممارسات يعني كي تكون النظام لما يكون في النظام يحتم عليك تكون فاسد تمشي في الفاسد نتذكر لأنه هذا النظام ما راهوش كما الناس تخيل بالليفلان وفلتان هم النظام لا النظام هو ممارسات ودهنيات نتذكر كان احنا اخترى تدخل صحفي نوردين بوكروح الوزير السابق يسقسي الصحفي يقول وعلش دخلت الحكومة انت معروف معارضتك للنظام وعلش دخلت حكومة بوتفريقة مدة ربع سنين قالوا السبب الاول اللي جعلني ندخل في الحكومة هو حبيت نعرف كيف كيف يصير هذا السيستام قالوا بعد سنوات وليت لما اتلاقي التاقي بتوفيق نتحدث معه توفيق يقول له الله غالب بالسيستام يعني احنا في المخيل توفيق هو السيستام توفيق يقول له غالب بالسيستام تفهم باللي السيستام هذا هو ممارسات ممارسات ودهنيات هذي كما نقول حيشارع الوليد خويا معيط القاد ما تشارع لهش هذو هما الممارسات و كما نقول الحاجة الواحدة فيهم هما يعني يعني احتى العسكريين في الجزاري يمشون بها يقول يهضر هالك يقول يقول المنصب اللي تكون فيه هو اللي يكون عندك الأولوية في القرارات لهذا احنا نطالبه بدولة دولة قانون دولة كما يكون فيها فصل في السلطات دولة اللي يكون تتجه النظام الديمقراطي لأن الناس هنا يقول لك نروح لرئاسية هذه حكاية رئاسية صار يتلو كما هذك لعند دار ساس رايبا يقول لأي نعود الدار هو يقول لا نبدل سبيغ هذا يقول لنا النظام وإحنا ولاش نحب نبنو دولة قانون يعني في قرب وقت لأنه بعد ربما عامين تلت سنين راح نواجه أزمة اقتصادية شريسة لأنه ما نكتبوش على الشعب كاين عندنا كما نقول الاحتياطي الصرف ينفد عامين تلت سنين ينفد حتى أنا من دك نلوم حتى المعارضين اللي يقولوا لو يتغير هذا النظام بعد خمس سنين سنفرج الحالة ونكون لبس بنا خمسين سنة ونحن في خطابات شعبوية والوعود الزائفة لازم نقولوا الحق للشعب هذا النظام أفلس خمسين سنة أفلس اجتماعيا أفلس سياسيا وأفلس اقتصاديا سيخلينا الحالة إذا قدر الله إن شاء الله كما قلوا نبدلوا نغيروا هذا النظام هذا نكون روح ونتجهوا لدولة القانون دولة ديمقراطية حقيقية ما راح نواجهه كما نقولوا جيدار جيدار لأنه نواجهه جيدار للأزمة الاقتصادية بعد عامين لازم الناس تكون صراحة مع روحها لازم يكونوا صراحة وهذه الأزمة الاقتصادية لازم يكونوا مورس شحكي روح يهضر مع الشعب لازم باش واحد يقدر نحل نخرجهم هذة الأزمة لازم لنتخبوا عليه تكون عنده الشرعية ويكون نازها ويكون منتخب من عند الشعب يعني باش نهار يهضر مع الشعب يقولوا يجمع يقول يجمع رانا داخلين في أزمة نوجدوا روحنا عندنا هاولك وفي نفس الوقت هاولك طرق اللي احنا نخرجوا بها الناس تبعوا لأنه لو تغير النظام لو تغيرت النظام السياسي آليا سيتغير النظام الاقتصادي دهنية ربما لازم تغير فقط أحبت تعليق على خطر نزار القضية المذكرة قال حرفيا في تويتر قال قيد صلاح يعتبر أي هجوم سياسي على شخصه قضية أمن قومي هذا ما يمليه عليه ما في دماغه من حمص إنها أيام حالك يخبئها للززائر كمش تعليق على هل الكلام هذا احتقار يحتقره قائد مثله يوصفه بحبة حمص وش كان في مخه في مخه قد حبت حمص هذا تصغير يصغير هم يتعرفوا بنتهم على الكلام سبع عني يفاقش لهم لنغاجه يعني يسكنس إذن هذا استصغارا استصغارا له لأنه ربما مسه في الموضع الحساس ثم عني عني التهم التهم كل التهم التي وجهت سواء لنظار أو حتى لرافعي الرايا هي المساس بالنظام وبهيمنة الدولة والمغال للعماء إذن لكل الأشخاص ثم أعود إلى نظار التهم التي نسبت إليه من المحكمة العليا العسكرية لن تخبر لا يأخذها بعين الاعتبار محكمة خاصة لا يأخذها بعين الاعتبار لماذا؟ لأنها تهم السياسية التهم السياسية من المحكمة ما حصل ولماذا؟ هل النظام الآن لا أقول أن هذه المذكرات لن يقبل لغيز أساس مفهوم هذه المذكرة للإنتربول هي مناورة هي كما نقول لإشخال الشعب كأنني ما زلت أواصل في حملة تعلق الاعتقالات واصل كما تحب الشعب قرر الشعب قال لك أنا نروح المرحلة انتقالية لا نروح للانتخابات حتى نأسس الداري ندير الفوندسيون يلقى فوندسيون ونطلع السكنة ونطلع البرزيدون الذي يحكمني وهذا البرزيدون يكون عنده ده خيروغاتيو مشغل الليجي يحكم بأحسسه بأصحابه بأشغاله وما يريد بأفكاره لا يحكم تكون هناك إقامة على الأقل مشروع دستوري في المنطلق في المرحلة الانتقالية قبل تحذير الانتخابات نولي الكلام أتى نظار كما قلت أنت عفوا بناتهم على برم العقلات كل واحدة هو قال إنها أيام من حلكة يخبئها للجزائر ربما هذا كلام خطير يقول المستقبل في عهد قاية صلاة سوف يكون المستقبل أسوأ إذا الجزائريين لم يستطعوا أن يفرضوا تغيير تغيير نوعي تغيير نوعي قطيع مع هذا النظام فبالأكيد أن الجزائريين لأيام المقبلة تكون أيام صعبة وصعبة جدا إذا كان نظام هذا على رأسه الآن قاية صلاة تمكن من تجد نفسه مخدعات الجزائريين بالانتخابات وتجد نفسه ويعني يديروا رئيس بوتيش كما يقول يعطي رئيس يعني يجبدوا فيه يحكموا فيها من لور نرمال نروحوا إلى أيام جد صعبة يعني الاقتصاد ما يتحسنش الوضعي الاجتماعي ما تحسنش يعني الفساد نولي وكما قال الآخر نولي ويحيا جديد يولي أحداد جديد ويولي ودونس كذلك يكونوا عن أحداد ويحيا وهدوك جديد يكونوا سينيشياتين جديد يكونوا بنحموا جديد ويكونوا بونجما جديد ويكونوا صالحة جديدة ويكونوا كذلك ويكونوا أحدا ذلك كذلك كان ابتسام حملاوي يعني إلى أبريل لأبراس بتعاوية دونك هذا هو ما دونك الفو يستو نسيستي ون دوى بفار نروبتور يعني يجب تكون قطيعة ويروح من هذا النظام يروح بممارسته وبأشخاصه يعني قيد صالح مش إنسان تعال يبني البلد كان مع العصابة كان مع ابو تفلقات كان في النظام الجزائري أولا كعسكري وبعد كان مع ابو تفلقات منذ جوجيا لفور بحق جيد جيد هذه معروف العهدات العهدات لا يجي نجد تركيا بشكل يعني الكاتير يقول أنه الآن الحراك في مفترض طرق هك إما هك هل أنت تعطب الآن الحراك في وقت حساس ولازم لوعي الحراك يجب يخرج البرة بش ما يتشف المناورات كيف حسنت توقيت هذا الحراك الآن الحراك ما يقول لك في مفترض طرق يكد بالي أنه الحراك لما يخرج يعني يعني أحد يسميها التورة السلمية هذا ما وش حراك التورة هذه السلمية الشعب لما يخرج في الجمعة الشعارات اللي نشوفوها في تندوف هي نفسها في الجزيرة العصيمة واللي نشوفوها اللي نسمعوها في وارن هي نفسها في قسنطينا هذا يدل بأنه مطالب الشعب تابتق وهي نفس المطالب اللي طالبوا بها من الأسابيع الأولى حاجة ما تغيرت نفس المطالب ما كان حتى تفريقة يعني كان يقول لها تحبي تقول لي بالليعني لما يره ودخل في السراع مع النزار يعني قاية صالح هحيكسب البعض من الحراك مستحيل لأنه ناس داخل رأسهم نزار والقاية صالح مدى بينا يعني لو كان يديرهم في حالة بتصيرها ونقعدوا نشوفهم في تليفزيون واحد ما نحبوا له قاية صالح لا نزار الزهور الاثنين كانوا كما قولوا عمال خدامين شهارين الله يسهل عندك كانت عندهم مسؤولية والزوج يعني للنزار أنا شفنا الكواري تتاعوا وقاية صالح ربما هذا الكلام يقول الكلام الشعبوي وبعد الحقيقة لأن الآن مناورات النظام ربما ما تخرج في عدة مناطق بسحفي مناطق أخرى أو خاصة كما قال الأرزقي التليفزيون الجزائرية ويبث سموم في كثير من المناطق والذوبة بالإكتران ويجتهد ربما تأثير قاية صالح ومناوراته مشي كما تقول أنت ما ما دوش أي تأثير والحراكة ما زالوا أشده وما نزمش نخافه ولا ما زمش نخمونا نرى نفسه مفترق طرق ولازم يكون وعي بزاف النظام للحركة يعني كما قلوا هذا من مناورات النظام بدأت من الأسابيع الأولى منهار بدأوا الاعتقالات ترأس المال واعتقالات سياسيين وفي كل مرة كان كما قلوا أنشفاء وكانت قيادة الأركان تتمنى أن الحراك ينتهي لما وضعوا ويحيا وسلال في السجن قال لك الحراك سينتهي وانتوجهه لأمور أخرى يعني توجهه لرئاسيات والدليل بأنه هذه ما تأترش على الحراك لأنه اعتقال سعيد بوتفليقة والتوفيق لمثل كثير بالنسبة للنظار يعني كان عنده وزن تاقيل والحراك قاعد تابت كما قلوا في السكة في المطالب وقاعدت نفسها قاعدت نفسها العادد يقول لك العادد راهو ينقص أنا سمعناها العادد وينقص صحيح العادد ينقص لأنه روح تحت 50 درجة كين ولايات ويني لحق درجة الحرارة 50 الحرارة الناس كانت كما قلوا في العطلة الصيفية ولكن القاناعات قاعدت نفسها الناس اللي كانت خرج وبكين ذو كما ولا شي يخرج لكنه مقتنع بأنه بعد ما قمنا بتورة 22 فيبري لازم تكون عندنا نتيجة واحدة هي الذهاب إلى دولة ديمقراطية حقيقية وينيكون عندنا كما قلوا الخيار في ممتلين الشعب ممتلين الشعب نختارهم ما يكونوا مفروضين من السلطة أو جايين كما قلوا بالتزوير القاناعات اكتسبها الشعب يعني مهما يناوروا ويناوروا حتى كما قلوا حتى ولو يعني فازوا في الأخير وفرضوا رئاسيات رئاسيات كما يحبوا بعد عام عامين سيخرج الناس ستخرج الشارع لأن الناس خلاص لحقت عن قاناعة لازم توجهوا الدولة ديمقراطية هذا هو اللب بالموضوع سيد نولي القضية لديكم ملحظ تعقيب هذا الحوار الذي يحضرون له يعتمدون على أحزاب المولاة أقول لهؤلاء أحزاب المولاة وأنصار هذا النظام اتقوا الله في هذا الوطن اتقوا الله في هذا الوطن هذا الوطن اسمه كبير في العالم اتقوا الله في هذا الشعب وهذا أقوله للقيادة وعلى رأسهم قائد صالح اتقوا الله في هذا الشعب هذا الشعب الذي يطالب بحقوقه بسلمية بسلمية كل العالم يشهد لهذا الشعب بشهادة أو بجائزة نوبل على القيادة اليوم أن تسأل نفسها أن تحرك ضمائرها وأن يلتفوا إلى هذا الشعب ويقولوا stop هذا الشعب يطالب حقه ويطالبه بسلمية يطالبه بسلمية قيد صالح له مسيرة له نضال وله حياته لما لما لا ينتهز هذه الفرصة لماذا لا يقول للشعب يا شعب كفاكم إهانة كفاكم خيانة سأحمي هذا الشعب ويتجه لكل من حوله من القيادة يقول هذا الشعب يستهل أكثر من سبعة وثمانية من مواد الدستور هذا الشعب الذي يناظر ويكافح وبلغ يتحمل ما لا يطاق تحمل ما لا يطاق نرى رجال ونساء ينامون على الأرصفة نرى أطفال وذكور وإناء يذهبون حافر الأرجل إلى المدارس يقطعون الكيلومترات طرق صنعت ثم تحطمت بيوت بنيت بالسرقة إذن على هذه القيادة أن يسألوا أنفسهم لا يغيروا الله لغب ما بقوم حتى يغيروا بما أنفسهم أنا أولادي هذه القيادة أحيوا ظمايركم فالشعب حي والشعب لن يعود وهؤلاء الذين يمارسون هذه الأكاديب ويرمون هذه الظهور المختلفة تفتعلها وبداخلها إلا شوك على شوك فأخرجوا إلى هذا الشعب إلى هذا الشعب بصراحة وإن فعلها القايد هذا الشعب سيعترف له وسيسجل اسمه في التاريخ ويعفو ويعفو عنه لأن هذا الشعب شعب أبي شعب صبور شعب تحمل ما زال يتحمل ويطالب بحقوقه بسلمية هذا الشباب يستهل 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 دولة قانونية وديمقراطية لو تسمعي بعض التصريحات بعض السياسيين منهم صفيا جلالي وكثير من السياسيين قلنا ربما الآن علي بن فلسطيني تتكلم قال لأن الميونغارد كونطن ليش يجدو ديالوج ناسونا قالك الآن فيه نية الحوار قالك الخوطر وخوطرة كبيرة إذا كان لحقنا إلى فشل هذا الحوار اللي بدأها كاريم يونس أو فرضه على الشعب الجزائري انتخابات رياسية هو ما أحبهاش كيف تقيم مثلا هذه الخوطرة بنسبة للجزائر ومستقبل الجزائر إذن أعود أيضا بكلامي إلى كل الفئات لكل المجتمع السياسي والهياكل والتنظيمات للمجتمع المدني هؤلاء الذين يتخوفون الذين يتخوفون أو يزرعون الخوف بطريقة أخرى يتحدثون عن الديمقراطية ولكن لا نرى أثعالا ديمقراطية هؤلاء السياسيين وهذه المنظمات يجب أن تتحدى وأن تنظم في جبهة وطنية واحدة واحدة وترفع بمطالب الشعب إلى أعلى القيادة وكي لا تخذل هذا الشعب يجب أن يتخلوا عن خلافاتهم هذه الخلافات التي فرقت من بين هذه السياسيين ولهذا عاشت الجزائر فراغا سياسيا ثم هؤلاء اللصوص هؤلاء اللصوص وجدوا الساحة فارغة لا سياسي ولا مراقب ولا أي شيء أي نخلوها وخليها تخلاع إذن على هؤلاء السياسيين الآن أن ينضموا وأن يثبتوا للشعب لأنهم قادرين لرفع لرفع مطالب الشعب ورفعها بدون البحث عن مقعد لأن سئمنا من السياسة التي نمارسها من أجل مكان في البرلمان أو في الوزارة أو في المحكمة أو في الحكومة أستاذ ماما تنرين لك قضية الحوار هذا لعن الكثير قولنا ربما الورقة الأخيرة عن النظام المناورة هي هذا الحوار ما شف فيه حتى تحق الانتخابة الرئيسية الآن الكثير من السياسيين الميزون قاد إذا كان الحوار هذا ما أفشل وإذا كان الحوار هذا كان يونس والجمعان لقاوة مامهم الحيط لم يكن إجابة من طرف السياسيين وطرف الطبقة السياسية والمعارضة كيف تلقى ماذا ينتظرون في هذا الحل إذا كان الحوار هذا وإذا كان مناورة فشلت ما شبقى من حلول أو منعورات وقال لهذا النظام شفت أنا أهضر بك على بنفليس بنفليس يعني بنفليس لم يكن أبداً معارضاً للنظام بنفليس كان مع النظام مع النظام بوتفليقة بعد دخل في صراعة مع بوتفليقة بوتفليقة خرجه من نظام وبقى معارض لبوتفليقة وخلاص وكيف راح بوتفليقة خرج دخل في النظام يعني هذا ربما بنفليس بنفليس يعني ربما في نقاش ربما ربما بعض دوائر السلطة الفعليات خمم في بنفليس ممكن يكون ورقة في النظام يضعه كرئيس وهو إذا كان رئيس يعمل بصالح الجهار التي لا يكون تغيير أو قطعها مع بن فليس استمراري ينتج نبوت في لقثاني نظام استبدالي ثاني نرجع لسؤال إذا كان هذه اللجنة ليست لجنة نحن الآن يريد بناء جزائر ديمقراطية بناء وضع قطع مع النظام الحالي نظام الحالي يعني إذا ما قدرناش نديره هكذا يعني إذا ما قدرناش نديره قطعة خلاص نروحوا للحيط إذا الحوار هذا ما يديرش القطعة هذا الحوار يعني وسيلة يستعملوها النظام باش يجدد روحوا إذا نكسروا إذا فشل هذا الحوار هو فشل مخطط تعمل مخططات السلطة ومخططات السلطة كي كثيرا فشل إذا على الحراك أن يفرض الواقع يعني هنا ميزان القوى على الحراك أن يواصل ويواصل لأسابيع ويمكن أن يجدد يعني يخترع خطوات خطوات يعني وسائل تسعيد على طبقة سياسية أن تتحد ويعني وتعبر يعني تعبر سياسيا على يعني على الحراك ويكون ضغط على السلطة حتى نستجيب السلطة لمطالب الشعب وتروح ونبدأ دولة دولة جديدة الطورة الجزائرية ريحت سبع سنين مشي ربعة سمانات ولا ربعة وعشي سمانات سبع سنين حرب في الأخير فرنا فرضوا فرضوا الاستقلال وقبل ما يفرضوا الاستقلال كين منوارات دوغون عم معروفة مخطط قسنطينا مفوضات مولا وكل هذه المنوارات كل هذه المنوارات يعني القيادة التاريخية اللي كانوا في ذلك الوقت يعني فقوا بهذه المنوارات راحوا حتى الاستقلال يعني حنا ديروا كما دروا جدنا وأباءنا في أول نوفمبر هما وثقت أول نوفمبر وشها الاستقلال يعني ثورة حتى استقلال جزائر الآن نديروا حراك حتى تغير نظام أستاذ عوام أهمية الآن وعن الحراك الآن وعدم السقوط تحت هذه المنوارات ربما قلت نعود لك السؤال أنا في مفترق الطرق إما النظام يواصل الحوار ويواصل ويواصل لإنتخابات الطريق ويواصل لإنتخابات الرئاسية أو الحراك ينتصر وليس لها المناورة والنظام في النهاية يعني يجب يستعرف أنه ربما مناورة تبقى ما بقاوش ويجب يعطي الكلمة للحراك ويش كلتها الكلمة ما هو ينوار بشي روح الانتخابات الرئاسية بعدما يفرد انتخابات ربع جويل يقول إذا استمر في هذه المناورات سيذهب إلى انتخابات بدون شعب لأنه النظام حاليا راه عاجز أن يحدد موعد الانتخابات هذا مثل هذا دليل بأن السلطة رهيف هي وأن هزمة وهي أزمة السلطة ليس أزمة الشعب لأن الشعب نري مبادارات وما المجتمع المدني يقوم مبادارات ومجتمع المدني ومن القطبة الديمقراطية يقوم مبادارات ومن العدد مبادارات ومن الشاب وال钱 عند الشاب ينديناميك كاين كاين حكاين حيوية كاين عمل ناس بدأت مارس سياسة ناس ولا تلاقة ناس ولا تتكلم في سياسة هذه كلها تساعد باش نخرج بوارقة طريق واحدة ونفرضوها على السلطة لأنه الآن رانا يعني يعطينا النظام عطينا خريطة طريق واحدة وهي الذهاب إلى انتخابات رئاسية وفاقت احنا رانا شفنا باللي عندنا كما سبقت نتاوي انتكرت سي بن فليس سي بن فليس هو من كما يقول يقول لك كانت تاني مدابية كما يقولوا تكون هذه الشروط تهديئة وتكون احنا ننضموا الانتخابات وننتجوا الانتخابات هذا كما يقولون خارجين يعني كاين عديد من الأحزاب تطالب بهذا الشيء وعندنا أحزاب أخرى كانت يعني كانت طالب بالمجلس التأسيسي احنا وشو قولوا نقدر نديروا يعني مطالب خريطة طريق تاع ليراهم يقولوا نروحوا انتخابات رئاسية مباشرة ومطالب تاع ليراهم يقولوا نديروا مجلس تأسيسي كاين حل في الوسط الحل في الوسط هو إجراء تعديلات دستورية قبل الذهاب إلى الانتخابات شيء بسيط احنا السلطة احنا نطالبه من السلطة الفعلية تشوف لهذا الشعب والتيق في هذا الشعب هذا الشعب ما راحش يدي البلاد كما نقولوا في الهاوية أو خواناء أو بقايا العصابة كما تسموه هذا الشعب خارج منكم وهذا الشعب أمولادكم وحنا يعني قعرانا كما نقولوا شعب واحد أي جزائر يراه يخرج يمشي كل جمعة عنده كما نقولوا أمليا واحدة يعيش في بلاد كما نقولوا يعيش فيها ولاد وخر من اللي يعاش فيها هو قاعدنا هذا وما كان لرى هذه حكاية التخوين لحنا هذا هو المطلب بتاعنا وإن شاء الله نلحقوا يعني نازل تكون نهديا ذهاب يعني ذهاب إلى الانتخابات في هذه في هذا النظام في هذه المؤسسات في هذه الظروف لا يمكن أن يعني 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 مؤسس اسمه يعني الربريزنتان طاعت الالسيستام هو اللي يربح إذن يجب تغيير النظام باش نحن امتخلات شكرا ربما كلمة آخرة عشرين ثانية عشرين ثانية عشرين ثانية أوكي أقول الحوار الذي انطلق أمس سينتهي بالفشل وينتهي بالعدم لكن أقول لقيادة الجيش لماذا لا تكون قيادة الجيش الجزائري أحسن من قيادة الجيش السوداني السوداني وأقول للشعب الذي فرض فرض نفسه بـ 24 جمعة يفرض الحوار مع القايد صالح ومع القيادة يا قايد صالح الشعب يتحاور معك ولا غير مع القيادة أنتم الحاكم الفعلي شكرا أتكلم الصحة معظم يحيط الحمامات شكرا جزيلا أزقي معمات شكرا جزيلا على حضورك وشكرا بزيف مستاذ علاء الدين عوام شكرا برك الله فيك أيها المشاهدين إذن وصلنا إلى نهاية الجزء من التغطية التغطية مستمرة ومباشرة كما تعلمون على القناة المغرب في الأولى والثانية قوموا معنا وسلام عليكم تحتر لهاية السامية لفخار الشام كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة تحتر لهاية الجزء من التغطية لفخار الشخص من التغطية لفخار الشخص من التغطية؟ اشتركوا في القناة فهديو ما ط 굉장히 مندللي اي 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 و حمالون كراسة في حكث لفاصة السيستما تكاج اي 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 northern noox في حكث لفاصة السيستما تكاج اي اي او اي طبيب الكلسة في حكث لفاصة السيستما تكاج اي 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة